أكد المستشار الألماني أولاف شولز أن حلف الناتو لن يرسل قواته إلى أوكرانيا لأن الغرب لا يريد مواجهة مباشرة مع روسيا وأشار شولز في كلمته خلال مؤتمر الأمن المنعقد في ميونيخ أن أوروبا يجب أن تستثمر المزيد في أمنها بصرف النظر عن الرئيس القادم للولايات المتحدة موجها الأوروبيين إلى ضرورة أن يكونوا أكثر قلقا تجاه أمنها من الآن وفي المستقبل كما أكد شولز أن انتصار الرئيس الروسي في أوكرانيا سيكلف ثمنا باهظا بحسب تعبيره